لا واحد ما يقضي ضرب الجزائر بشية الطرق لا ما يديروا فيها ضرب الجزائر ما هوش مليوم ما هوش مليوم خاصة من الجهة التعدمية نقول لك انه دائما نحب نضرب الجزائر يعني سواء رياضين ولا حتى سيئين باش ندخلوا السياسة بالرياضة نقول لك انه دائما هذي الناس يستعملوا كل الطرق شية الطرق خاصة المواقع تحوم الصحف تحوم الاعلام تحوم دائما يحبوا يشوفوا الجزائر ويشوفوا خاصة هذا التنظيم لكن نقول لهم انه حتى ولو انه الجزائر ما راحش تنظم اقول يعني بين قوسين الجزائر ما راحش تنظم كأسهم افريقيا عام 2025 لكن لازم يشوفوا حفل افتتاح لازم يشوفوا الجزائر كيفاش راح تنظم هاد المنافسة هدي نقول لك حتى ولا هاد البلد هاد راح ينظم اعطاولو اشي ينظم كأس العالم للأنديا نقول لك انه ربما امر دبير بالليل لانه تشوف لو يعني الامور مشات كما راح نتصور فيها يعني الرئيس الفيفا وحتى الكاف ما يكونوش حاضرين في حفل افتتاح يقول لك حدث مهم وجب الاشارة اليه اللجنة التنفيذية للكاف ستجتمع بالجزائر يوم الثاني عشر جونبي اي قبل يوم من انطلاق البطول ما ليش هنقول لك ان لو كانو حفل افتتاح لانه لما موتي بيجي يزول الجزائر ويقول لك انه الجزائر راح تنظم احسن منافسة في تاريخ للشانة ويقول حتى لو كان يروح لجهادك يقول لك باللي هاد البلد هادا هو احسن بلد في افريقيا يقول لهم بقى هكذا وباش يمشي مصالحه يقول لقعد للبلدان هايدا يحسب الناس هاكدين نقول لك انه اليوم الجزائر مقبلة على تنظيم هاد شان لازم احنا كذلك نركزوا على هاد المنافسة هادي نركزوا كذلك نضع كل القوة تعنا باش ينجح هاد العرس الافريقي الكوروي ونقول لك انه لو الأمور تمشي كما رهم يعني يعملوا فيها نقول لك انه الجزائر لازم تسحب ملف تحت تحت ترشيحات كأس ومم اثيقيا في الفين وخمسة وعشرين علاش لانه لو المسؤول الهيئة اعلى هيئة كوروية ما يحضرش ولا اعلى هيئة قرية ما يكونش نقول لك انه ربما بطريقة غير مباشرة هي ضرب الجزائر بطريقة غير مباشرة اكيد نقول لك انه اليوم هاد الناس هادو يروحوا ربما الى يعني الهد القرعة هادي ويخلوا حفل لربما هما تقريبا كانوا يعني فعالين فيه نقول لك انه هي الجزائر دائما نقول دائما انتبقى الجزائر حتى ولو يحوسوا يخربوا يعني من هنا ومن هناك باش يشوشوا على هاد الشان هذه لانه كلم كثير قيلة على الشان كلم كثير قيلة على هذه الجهة خاصة الدمية يحاول كذلك يضرب ويزرع البلبلة بين الجزائر والجزائريين نقول لك انه يجي ما يجيش طيارة خاصة طيارة القسمطينة طيارة الجزائر يعني تشوف انه يحب يزرع البلبلة لكن لا يقدرش ينجح لانه حتى يعني الاشياء اللي يروي يدير فيها يعني اشياء اصيبيانية وانما نعطي لهاش اربية كبيرة لانه ربما حفل الافتتاح رح يكون كبير وكبير جدا كبير على ربما كأس العالم رح يمطموه اشتركوا في القناة